انت قلت انا حصلت على توقعات اعتقد قلت 250 نائبا وبعد كده عدد كبير من النواب تنصلوا من هذه التوقعات تحت مسميات مختلفة شريحة منهم قالوا دخدعنا وقال انه ده لتطوير الخطاب الديني واكتشفنا انه لهدم الازهر وللإساءة لشيخ الازهر تحديدا في مجموعة تانية قالت والله ده احنا ما شفناش كنا بنوقع كده لانه جابهنا نوقع واحنا في الجلسات يعني وفي مجموعة تالتة قالت يعني بعد كده اقتنعنا واكتشفنا انه هذا المشروع سيؤدي لهدم الازهر وفي مشروعها رابعة تنصلت من توقعها اصلا يعني قالوا ده مش توقعنا يعني طيب يعني خلينا نقول انه انا اتكلمت عن مشروع تطوير وتنظيم الازهر تقريبا من شهرين وجيت عند حضرتك لو حركت تتذكر في لقاء تقريبا من شهرين وبعدين كما جرت العادة داخل البرلمان ان حضرتك لما بيكون عندك مشروع تعديل بتعمل ما يسمى مذكرة فلسفة التعديل وبتتكلم عن الاهداف العامة دون التفاصيل وده اللي بناء عليه تم تجميع التوقعات لكن حصل حاجة مهمة اظن انه الزملاء جميعا يشهدوا بيها انه انا الى اللحظة اللي احنا فيها دي بداية لم اتقدم بمشروع القانون وبالتالي فكرة ان فلان يقول ده مش توقيعي وتوقيعي هو في مذكرة قدمت للامين العام واتطع عليها عشان يقول ده توقيعي ولا مش توقيعي ده رقم واحد انا بس هما عارفين لانك انت قلتنا معايا 250 توقيع فاللي وقع طبيعي هيقول قبل ما يبتدي الاعلان عن الاسماء هقول يا فانت ما هو جيت انا يوم 26 اربعة اللي هو الاربع مش اللي فدنا على طول اللي قابله نشرت مشروع القانون في اربع جرائد من الجرائد اللي ليها انتشار والجرائد الحكومية كمان اخذت منه كام فقرة وجيت على الجروبات الجماعية للنواب ثلاث جروبات اساسية وضعت مشروع القانون وكتبت رسالة واضحة جدا لكل الزملاء دي المسودة الاولى لتفاصيل مشروع قانون تطوير الازهر وبعدين بعت رسائل لل250 نائب اللي كانوا موقعين على الواتساب بتاعهم وفيهم رؤساء الهيئات البرلمانية لان كان اثنين او ثلاثة من رؤساء الهيئات البرلمانية موقعين معايا الرسالة بتقول كما يالي سيادة النائب مرفق لسيادتكم قانون تطوير الازهر وكنتم قد وقعتم سيادتكم عليه ارسلوا للاطلاع حتى اراجع توقيع سيادتكم عليه من يوم الاربع ليوم السبت اللي هو اللي فات دوا كان تقريبا حوالي يمكن تلاتين او اربعين حد قالوا لي برسائل مباشرة احنا بننسحب من التوقيع يعني بعتولك سيادا بعد ما اتطلعوا احنا بننسحب من التوقيع حوالي من تلاتين الاربعين من تلاتين الاربعين ناسي الجلسات بتادت يوم ايه بس مع بداية الجلسات بتاعت الاسبوع اللي فات ده انه اتنين نواب بداية سيادة النائب اسامة شرشر وسانيا مؤخرا سيادة النائب احمد رفعت بيجمعوا توقيعات تحت عنوان رفض القانون خلاص او منع مناقشة القانون وبعدين شفتهم بيتنقلوا قدام عناية مع ان اسامة شرشر وقع معاك مع انه وقع بس هو اعلن انه انسحب وطلع معايا واعلن انسحب وانا خدعت وده مشروع وانا عرفت انه انسحب من الاعلام من مدخلة في الاعلام خلاص النائب اسامة شرشر والنائب احمد رفعت قالوا تصريحات ان فيه توقيعات بعضهم قال اظن تلتمية وبعضهم قال متين وكذا اللي بيحصل اجرائيا ايه مفيش حاجة اسمها وقف منقشة قانون استوفى شروطه الدستورية بتوقيعات اما لإيه الاجراء العمل اللي هيبني على توقيعاتهم دي لما السيد الامين العام يرسل لي المذكرة اللي هم هيسلموها لي مرفق بيها التوقيعات انا هجيب اللي ردوا علي اللي هم 160 اسم اللي معايا وحط المذكرتين بتوعي سادة النائب اسامة شرشر والسادة النائب احمد رفعت قدامي وبص على التوقيعات طبعا الاسامي اللي موجودة عند النائب اسامة شرشر والنائب احمد رفعت لو موجود منها أو فيها أسامي يبقى ده أكيد بيها نسحب طب ما هو فيه ناس انسحبت معي على الهوى ما أنا هقول لستك هو بقى هقوم أنا جاي عامل إيه بشطة بالأسامي اللي هي موجودة عنده قسامة شرشر وموجودة عند النائب أحمد رفعت ولم تبلغني بشكل مباشر بسحب توقعات وبعدين أعد بقى التوقعات اللي موجودة لو كانت التوقعات اللي موجودة ما زالت بتغطي الشرط الدستوري 60 توقيع هتقدم فورا بمشروع القانون تقدم جماعي يعني إيه تقدم جماعي يعني المرة دي بقى هجيب الستين نائب ولا أكتر ولا اللي هما يعني أنا بقول ستين عشان ده الحد الأدنى لكن لو فضل أكتر هبلغهم بتوقيت تسليمه وهنسلموا جمعاء كده إلى الدكتور علي عبد العالم إنت لازم تجيب ستين توقيعا عشر عدد الأعضاء ده الصبت الدستوري هفترض بقى أنه التوقعات اللي مع ست النائب وصامة شرشر وست النائب أحمد رفعت فيها عدد هيخلي أنا أؤكد لك أول مسبقا أنا معاه إنك مش هتلاقي عشر توقعات على الأقل يعني أنا في الحقيقة طول ما أنا موجود داخل البرلمان وخلال الفصل التشريعي دوا هستمر في المحاولة لإيجاد الحد القانوني للتوقعات حتى يناقش هذا القانون تحت قبة البرلمان طب ليه أستاذ محمد تصمم على إنك تخوض معركة خاسرة يعني بالمدابسات اللي أنا شايفها كده شايف إنك بتخوض معركة خاسرة مسبقا والسياسي الزكي والناجح حينما يشعر بالخسارة يعني هنا ربما تعمل مثلا زي رمل صاحب أشهر انسحاب في التاريخ فتقول والله يا جماعة الانسحاب يعد انتصارا يعني حتى انسحاب رمل اعتبره المؤرخون انتصارا يعني انسحب مثله يعني لإني في الحقيقة أنا ما بشوفش الموضوع بعنين السياسي اللي بيدور على المكسب والخسارة السياسية ولا اللي بيدور على الشعبية وحضرتك تعلم جيدا أن كل من تعرضوا لتطوير وتنظيم الأزهر على مر التاريخ بل لو جات فرصة هحكي لك أنا قصة القانون 103 توافق عليه ازاي بس لو جات فرصة يعني في ذلك القانون لكن أنا لأن هذا القانون أرى أنه تطوير وتنظيم حقيقي للأزهر الشريف وأرى إلى الآن أن معظم الانتقادات التي وجهت له لم تدخل في صميم المواد وتظهر أن بها عطب أو مشابه يمكن الأصوات اللي أنا سمعتها بتنتقد القانون بتتكلم عن مادتين ثلاثة اللي يخصوا فضيلة الإمام الأكبر في القانون وبتتكلم عنهم بوجهات نظر دستورية أو مشابه أنا عندي ربض عليه لكن في الحقيقة القانون يقترب من المية وخمسين مادة والمية وخمسين مادة يكاد يكون هنقول بعض الحاجات بس أنا عايز أبدأ معاك